دلوقتي بقى هنقول الملخص للسبع خطوات هنتكلم عليها بسرعة وبرضو السبع خطوات هتنزلكوا خطوة بخطوة على الشاشة عشان تقدروا تكتبوها أو تصوروها هبتدي بأول خطوة وهو أهم حاجة تحليل الغدة الدرقية والهرمونات بشكل عام في الجسم لأن أوقات كتير جدا منبتدي نظام دايت وإحنا الهرمونات عندنا مش مظبوطة الغدة الدرقية مش بتحرق أصلا ففي الحالة دي الحرق بيكون ضعيف جدا مهما نعملنا ومهما نقللنا في الأكل مش بيفرق معنا لأن لازم الهرمون دا يكون مظبوط الهرمونات بشكل عام في الجسم تمام؟ يبقى أول حاجة اللي لازم نحلل علشان نتأكد إن كله تمام وبنحرق تمام طيب تاني حاجة عندنا منع النشويات البيضة مش النشويات بشكل عام أنا مش مع الكيت وقوي الحقيقة وهتكلم في الموضوع دا فيما بعد أنا مع إن إحنا ننقي النشويات الكويسة لنا كلها زي الشوفان والفاكهة والخضار لأن الخضار برضو فيه نشويات ولكن نمنع نمنع يا ريت مش نبعد بس أو نقلل لا نمنع الدقيق الأبيض والسكر الأبيض والقامح بشكل على قد ما نقدر الدقيق الأبيض والسكر الأبيض من الحاجات اللي بتوقف في الحرق إحنا لما ناكل أي حاجة فيها مع علاقة سكر بنلاقي الحرق وقف عندنا ساعتين والمناعة ممكن تقع على 50% فإحنا ليه نعمل كده؟ إحنا مجرد ما هنفهم أهو إن الحاجات دي بتوقف لنا الدنيا وبتوقف الحرق وبعدنا عنها هنلاقي حياتنا سهلة جدا يعني هي حاجات بسيطة قوي بس بتغيرها في حياتنا يبا إحنا فهمنا إن السكر والدقيق الأبيض والدقيق على فكرة الأبيض يوازي زي السكر في الجسم لما مناكله جسمنا بيوقف حرق لمدة ساعتين طب إحنا نتخيل يومنا إحنا ممكن نبتدي مثلا أول ما بنصحى شاي بلبن بمعلقتين السكر أو معلقة سكر بعدها بنأكل بقى عيش الفينو بتاعنا والساندوشات بعدها بشوية واحد شاي بقى بعدها بشوية طب بشوكولتطية صغيرة أو بمونة أو حتة حلو كده بعدها هتلاقوا نفسوكوا على مدار اليوم كل شوية في حاجة مسكرة أو دقيق أبيض دخل لو أنتم مش مركزين ده بيوقف حرقكم غير إنه بيخلي الجسم في دايرة عدم حرق وجوع كمان يعني أنتم بتبقوا جعانين بتلاقوا نفسوكوا أنا أول ما بصحى من النوم وبفتر طول اليوم جعانة وطول اليوم عايزة أكل حاجة حلوة وطول اليوم حاسة أن أنا مش عارفة أجبع ليه؟ علشان إحنا أول ما بنصحوا بناخد السكر ده أو الدقيق الأبيض ده بنخش في دايرة عدم الحرق على مدار اليوم لأن واحدة بتجر التانية والتانية بتجر اللي بعدها لأن إحنا مجرد ما بناخد حاجة مسكرة بترفع معنا سكر الدم اترفع سكر الدم سكر الدم ما بينزلش غير بعد ساعتين وبينزل إزاي؟ أو هو بينزل بمعنى أصح وبيخلينا عايزين سكريات تاني مجرد ما ينزل وعايزين سكريات تاني هنخش في الدايرة نكملها طب الحاجة اللي توقفها إيه؟ توقفها إن إحنا ننام فلأن الواحد بعد ساعتين ما خدش فيها سكريات وسكر الدم نزل معنا بيحس بتعب وإرهاق وده اللي بيحصل بالذات للأطفال وللطلبة وللناس بتنزل الشغل يأكلوا حاجة مسكرة من هنا سواء الطلبة بقى ما هيبارين ويبقوا كده عندهم طاقة زيادة وعندهم النشاط زيادة جداً بيجوا بعد ساعتين تلاقوا سكر الدم نزل فيلاقوا إن هم لا خلاص مش مركزين تعبنين عايزين يناووا أو عايزين حاجة مسكرة تاني نبعد عن الدايرة دي من أولها علشان نلاقي نفسنا في حالة حرق مستمرة وفي حالة الشبع لأن قلة السكر الأبيض والدقيق بيخلي جسمنا في حالة شبع مستمرة مش في حالة جوع طيب برضو بنصح إن احنا ناكل النشويات قبل المغرب مش بعد المغرب لأن الجسم بيحرق النشويات بشكل أحسن كتير جداً قبل المغرب بعد المغرب بيوقف حرق النشويات وبنصح ساعاتاً هنأكل بروتينات أكتر ونبعد عن النشويات طيب النشويات بالنهار بنصح بيها الشوفان وإحنا هنعمل وصفات كتير جداً بالشوفان انتوا عارفين أنا من زمان بتكلم الشوفان وقد إيه بيساعد على الشبع وعلى عظم أقوى وعلى صحة ويقلل ألسايمر ويقلل مرشاك القلب وكمية حاجات من الشوفان ده وإن شاء الله دايماً بنشتغل به ونعمل وصفات جديدة ومتجددة وعلى طول وهوريكو كمان شوية حاجات حلوة جداً عاملينها إن شاء الله هنعمل ده ومش هتحسوا بحرمان أبداً وبعد المغرب لأ أكتر بقى بروتينات ونبعد بقى عن النشويات خالص وعلى فكرة الناس بتاكل فاكهة بعد المغرب الفاكهة تحسب نشويات فنبعد عنها أنا هبقل لكم إيه الحاجات اللي بعد المغرب ناكلها في حاجات كتيرة جداً بتشبع وحلوة جداً ومش بتاخد بالعكس بتساعد على الحر طيب نخش على تالت نصيحة وهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك مهمة جداً ديت يعني شوفوا الدين بيقول إن احنا ناكل تلت معده ناكل تلت معده معدتنا مش مليانة وفي نفس الوقت عارفين نشرب وعارفين نتنفس ما نملاش المعدة على أخيرها ونقوم دايماً شبعانين ده غلط بيساعد جداً على فكرة لما ناكل تلت معده إن الواحد يهضم بشكل أحسن ويحرق بشكل أحسن نخش على رابع نصيحة وهي إن احنا نقسم وجباتنا دايماً خمس وجبات في اليوم ويبقوا وجبات صغيرة لأن الجسم علشان يهضم بيعمل مجهود بيحرق سعرات كتير في علماء أسوها تقريبياً ممكن يحرق لغاية 250 سعر عشان يهضم وجبة واحدة طب إحنا بقى ممكن نبقى أسكية كده ونقسم وجباتنا وتبقى كلها في حدود 200 سعر يبقى أنا ديت له أقل من ما هو حرق طمنته إن دخلت له أكل ولكن خليته يحرق أكتر من اللي أنا دخلته له تمام؟ ومهم إن احنا نقسم برضو يبقى وجبات فيها بروتين لأن البروتين بيساعد جداً على الشبع وبيكبر الكتلة العضلية اللي في جسمنا عشان ما تقلش معانا لأنه مهم جداً جداً إن إحنا نراعي على أكل إن إحنا ناكل بروتينات علشان الكتلة العضلية دي هي اللي بتساعد على الحرق لو عملنا رجيمات غلط وقفنا البروتينات بنلاقي نفسنا الجسم أخد أو أخد قلل من عضلات نفسه فتبتدي الكتلة العضلية دي تقل معانا اللي هي مهمة جداً بالنسبة لنا اللي هي يعني لازم نحافظ عليها بأي شكل لأن هي دي بتحافظ على الحرق طيب عندنا بعد كده خامس حاجة شرب الميا منصح جداً إحنا أول ما نصحوا منهم نقعد كده ونشرب كبايتين ميا دفين بعد كده نشرب كبايت الميا اللي بمعلقة العسل البيض وعصرة اللمون أو في نقاط أو فيتامين سي وخلاص زي ما تحبوا أو مكانه يبقى معلقة صغيرة خلته فاح ده بيزبط الجسم والمناع وبيمشي الدنيا في الأمعاء وكل حاجة بتزبط كده لما الواحد بيعمل موضوع الميا ده وطبعاً تقسموا الميا على مدار اليوم عشان الجسم بيستوعب كل ساعة أو ساعتين كبايت ميا أكتر من كده بيطردوا من الجسم الميا بتساعد جداً جداً على تنقية الجسم وبتساعد على تشغيل كل حاجة وبتساعد على رفع الحر بصوا بتخشوا في كل حاجة في الجسم طيب عندنا بعد كده مهمة قوي إن احنا قبل وجباتنا برضو دايماً ناكل صلطة وشربة بتساعد جداً على إن الجسم يشبع قبل ما نخشوا في الوجبة الأساسية تبع صلطة قليلة السعرات وبرضو الشربة قليلة السعرات ونخلي بالنا من السعرات دي هبقى أتكلم بيها برضو في يوم زي سيزر سالد الناس كتيرة جداً تروح تاكلوا سيزر سالد من الحاجات اللي مليانة دسم ودهون ويعني مليانة جبنة مليانة مايونيز مليانة دراسين يعني ومليانة كروتان اللي هو العيش المحمص أو المحمر عادة فشربة كمية زيوت ودهون كبيرة جداً وتبقى تحت مسمى الصلطة وهي سعرات هتعدي 500 سعر في الصلطة ممكن توصل لألف حسب الصلطة فنخلي بالنا قوي إن السلطات تكون قليلة دسم احنا هنعمل إن شاء الله برضو سلطات كتيرة جداً مع بعض وشربات ده أساسي والفاكهة بس بأكد برضو إن الفاكهة ما ناكلهاش أبداً مع الأكل لأنها بتعرقل الهضم بناكل الفاكهة يا إما قبل الأكل بساعة يا بعد الأكل بثلاث ساعات وياريت تكون صمرة واحدة فقط ما ناكلش كذا واحدة علشان برضو بترفع سكر قدامه الشاي باللمون اللي برضو دايماً بتسائل عليه الشاي باللمون بنصحه بعد كل وجبة بنص ساعة مش هقل من نص ساعة وياريت نحليه بسكر دايت ولو عودنا نفسنا برضو ما نحليش خلص يكون أحسن طيب عندنا بقى رقم ستة وهو بنصح جداً بالنوم قبل الساعة 11 لأن سبحان الله ربنا خلق الجسم لنظامه لو احنا نمنا ساعة 11 أو قبل الساعة 11 بيبتدي هرمون يشتغل كويس جداً بالليل ما بين ساعة 11 واثنين بالليل اسمه الجراث هرمون اللي هو هرمون النمو الهرمون دا بيساعد جداً على الحرق وبيخصص بشكل حلو قوي وبيجدد خلايا يعني ليه حاجات كتيرة جداً في الجسم لو احنا رأينا أن احنا ننام قبل الساعة 11 بنيديله الفرصة أنه يشتغل كويس جداً وبنصحة فرقين جداً على الميزان فأهم حاجة أن احنا نوقف أكل قبل ما ننام بساعتين ثلاثة ناكل بكتير وزبدياية عليها عصرة اللمون أو نقط فيتامين سي اللي مش بيستحمل أو قرص فيتامين سي عادي قبل ما ينام في خلال ثلاث ساعات قبل النوم وبعد كده ننام 11 دي أو قبل 11 هتفرق معاك جداً وكمان الناس اللي بتشتكي أنا عندي بطن وعندي كرش وعندي وعندي الكلام دا كله بيروح تدريجياً وبشكل واضح لما بتتبعوا الخطوات دي غير بقى إنكم كمان مش بتكبروا شكلاً في السن اللي واحد فعلاً بيحافظ على رونك ونشاطه وشكله وخلاة بتتجدد وكل حاجة بتبقى تحفى لما فعلاً بننام قبل الساعة 11 طيب نروح بقى لسابع خطوة وهي تعتبر بصراحة من أهم الخطوات عندي يعني إحنا للوقت شفنا مع بعض نظام بسيط فهمنا بس ناكل إيه ما ناكلش إيه إيه اللي بيوقف الحرق طب ليه طب ناكل إيه قبل المغرب بعد المغرب الكلام دا كله المهم جداً جداً سابع خطوة دي بتعمل نتيجة رائعة لأن الناس كتيرة جداً بتسألني أنا وزني سابت أنا مش بخيث أنا مش عارفة أنا بعمل كل عاجة صحة بس مش بخيث بجد من الحاجات اللي بتفرق بشكل واضح جداً وهو أن احنا كل تلات أيام نعمل يوم مشروبات كل تلات أيام نعمل يوم مشروبات تكون قليلة السعرات يعني مش نروح نشرب عصير أو نشرب حاجات فيها سكر كتير أو الكلام دا كله لا تبقى عشاب أكتر ممكن نشرب فيها كافية وقهوة عادي اللبن ما نعديش تقريباً تلات تربع كباية في اليوم ممكن شربات خفيفة بخضار مثلاً بس إيه نقلل الملح عشان الملح بيعمل اختزان مية لو عملنا دا كل تلات أيام يوم انتو مش هتصدقوا نفسوكو تاني يوم على الميزان الدنيا بتبقى عاملة ازاي حاجة تانية خالص الواحد بينزل بشكل ملحوظ جداً جداً طيب فيه ناس قالوا لي طيب يا سالي احنا دلوقتي لو بنصوم حلو قوي اللي بيصوموا اتنين وخميس يقدروا يطبقوا النظام دا أيام صيامهم يقدروا يصوموا عادي جداً ويقدروا انهما لما يفطروا يفطروا على طبق الشربة قليل السعرات يعني يكون مفهوش دسم كتير ولا دي أبيض ولا نشويات ولا الكلام دا كله لا يكون معمول على أساس خضار ممكن فيه فراخ ممكن فيه يعني حتة الفراخ بتشبع جداً ممكن المشروم تمام وطبعاً التمرية دي أساسي على الفطار عشان الجسم ياخد طاقة بس اللي يقدر يقوم المعدة بيها والشربة وبعد كده بقى خلاص تقضوها مشروبات مشروبات ينسون ارفع شوية اللبن اللي قلت عليهم لا ونخشونهم بس يصحوا تاني يوم بقى هتدعو لي هتطلعوا الميزان هتلاقيوا حاجة تانية وعلى فكرة الكلام دا أنا قلته السنين اللي فاتت كلها سبحان الله شفت فعلاً أبحاث علمية أثبتت أن اللي بيعملوا النظام دا أن هم بيقللوا الأكل جداً أو بيمنعوا الأكل يومين في الأسبوع بيخسوا بشكل ملحوظ وصحتهم بتتحسن بشكل ملحوظ لأنه عامل زي الديتوكس الديتوكس طبعاً ليه نظام بس على فكرة احنا ينفع في اليومين دول نعمل ديتوكس بشكل بسيط جداً برضو ما فيش مشكلة اليومين دول ان احنا نعمل فيهم الديتوكس مكان ما نحطش قهوة وما نحطش اللبن واللي يقدر يعمله ممتاز لأنه بينق الجسم بيساعد على تشغيل الدنيا والكبد بيتجدد وكل حاجة بنريح الجسم الحاجة الاخيرة اللي حاب بقولها وهو ان السيام المتقطع لما جربته الحقيقة مع السبع خطوات لقيت انه جايب نتائج فوق الوصف رائعة السيام المتقطع بيساعد جداً 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 مع السبع خطوات مش الواحده والواحده طبعاً بيجيب نتائج بس مع السبع خطوات بقى نتائج أعلى لأن ناس كتير جداً بتعمل السيام المتقطع وتروح بعد كده تاكل هي عايزة أو ما تبقاش وعية بقى تاكل ايه وخلاص بتبوز تفضل حرمة نفسها الساعات دي كلها وتيكي تاكل وتبوز لكن السبع خطوات لما احنا خلاص فهمين هنأكل ايه نعمل معاها السيام المتقطع هنلاقي ان الدنيا حلوة جداً جداً معنا وهو انا سيام متقطع معايا بسيط جداً احنا بنعمل السبع خطوات لغاية ما نيجي على خمسة ستة كده ونوقف الأكل نشرب مشروبات ما فيهاش سعرات اللي مسموحة معنا هنصحى الصبح هنشرب انا عندي بقى عادي هناخد كوباية المعلقة الزغيرة العسل عليها عصرة اللمون او خل التفاح تمام عندي انا في النظام عندي تمام ونبتدي بقى نفطر او ناكل على 11 11 الصبح او 12 تمام هتلاقوا ان شاء الله فرق كبير جداً انا كده عملت لكم ملخص سريع جداً جداً علشان ان شاء الله يفتح